السلام عليكم أحباء الطلبة أهلا وسهلا بكم في الفيديو السابع اللي هو عدنا اليوم lesson seven of unit one الدرس السابع من الوحدة الأولى اللي هو أنوانه make your own scrapbook make your own scrapbook اصنع دفتر الصور الخاص بك أو دفتر القصاصات scrapbook هنا اليوم عدنا مشروع شون نسوي scrapbook شون الخطوات اللي نتباحها بحيث نسوي scrapbook دفتر الصور قايلة listen and read هنا بالأحمر listen and read هاي هنا يفترض انو عندي audio mp3 فشغله وبعده هو أسلم فهنا نجيش قايلة هو what you need ماذا تحتاج قايلة two pieces قطعتين of cardboard ورق مقوى or thick paper or ورق سميك for the covers للأغلفة for the covers للأغلفة فتحتاج ورقتين من ورق مقوى للأغلفة أيضا بعد النقطة الثانية lots of sheets of paper of the same size lots of sheets of paper الكثير من الورق of the same size من نفس الحجم الورق يكون نفس الحجم a bunch ثاقبة هاي الموجودة في الصورة a bunch ثاقبة to make holes لصنع ثقوب زيان بعد some ribbon or string بعض الخيوط أو بعض الأشرطة or string الخيوط بعض الأشرطة أو الخيوط ribbon شريط و string خيوط أو سنسلة تجي أيضا some glue بعض الصمق some glue بعض الصمق هسا نجي الخطوات شون نسوي scrub book what you do الأولى أول خطوة يقول make holes with the bunch in the two covers سوي لي make أصنع ثقوب with the bunch بالثاقبة in the two covers في الغلافين زيان ثالي الخطوة الثانية make holes أصنع ثقوب in the paper في الورق أو الورقة in the same place في نفس المكان دول الأوراق الموجودين بالصورة نثقبهم من نفس المكان of the same place نفس المكان ثري put the paper ضع الورق between the two covers بين الغلافين أيضا مثل ما موجود بالصورة زيان بعدها النقطة الرابعة يقول put the string or ribbon ضع the string الشريط أو الخيط أو السنسلة or ribbon أو الشريط through the holes خلال الثقوب وآخر نقطة five use glue استخدم الصمغ to stick your pictures للسق صورك use glue استخدم الصمغ to stick stick معناها يلسق to stick your pictures للسق صورك or photos pictures الصور يعني بصورة عامة photos الصور الشخصية الصور اللي تتاخذها بكامرتك يسموها photos والصور بصورة عامة يسموها pictures into your scrapbook في داخل دفترك الخاص بالقصاصات أو الصور هاي كل ما كل الخطوات أو كل ما موجود بهذا الدرس منجرد أنه خطوات شون يسوي scrapbook هنا جوا قاعد لي يقول what do you what do the new world words mean ماذا تعني الكلمات الجديدة ماذا تعني الكلمات الجديدة وجوا أيضا make you round scrapbook about my spare time سوي scrapbook أو أصنع scrapbook خاص بك أنت كمشروع أنت تسوي عن وقت الفراغ هنا يطلب أنك أن نسوي مشروع عن وقت الفراغ تسوي دفتر قصاصات فبالنسبة للسؤال what do the new words mean ماذا تعني الكلمات الجديدة الكلمات الجديدة أخذناها مثلا هنا عندي بالسطر الأول cardboard ورق مقوة thick thick paper ورق سميك covers عندي معناتها الكوفر أنه أغلفة أو غطاء بعد عندي a bunch ثاقبة وربن شريط وسترينج الخيط أو السنسلة وقلو أيضا سميك ثاني كلمات جديدة لازم نحفظ هنا ومهمات جدا هذا كل ما يتعلق بلسن 7 درس جميل وقصير ترجمة نانسي قنقر لازم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر